يجوز للمتافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا صادف جماعة المقيمين ويقصر العصر على وقتها وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو متافر وهل لم يصلي الظهر وهو لم يصلي الظهر أن يقصر الظهر ويصلي أربع المتافر يصلي إلى أدرك المقيمين صلى معهم أربع ويصلى وعلى المتافر صلى ثمتين وإذا يكيفهم وصلوا العصر ومصلوا الظهر فالصواب صد معهم العصر بنية الظهر أربعا ثم إذا ثلموا فأمو صلى العصر ثمثيب العصر بل تصدر كه يعني لصني الظهور حذر العصر لحوا جوا سطحيح لأنه متفقة لها فإذا بنية نية هو إذا نمو الظهر التي عليه صلىها حذرهم وصلوا العصر ثم بعد من يتنمون لصني العصر التي عليه ثمثيب فالحاصل أن المسافر إذا صلموا على المقيمين صلى اربعا وينصل وحده مع المساهدين صلى ثمثتمين وينه أبا عباس لنا وين الصال لنا وحدنا كنت كونة فقاله من أباس ا perguntه لمساهدين فالسنة المساهدين صلى اربعو وينصل وحده مع المساهدين صلى ثمثتمين ست ساعة ثمانية وثلث وفق الله الجميع وفق الله وسلم